في عنوين النشرة عون للإخبارية السعودية حصلت بعض الشوائب بين البلدين بدد هذه الالتباسات التي حدثت حاملاً معي المواد والصداقة للشعب السعودي وزير التربية يعطي للمدارس ما فوق 700 ماتر الأم تروي فضائع الأب وهنا علق ابنته وعذبها طب لماذا عم تعمل فيناك؟ أنا لم أم بديها لجوزي لم أم بديها أبداً لم أم بديها حملة تسكر خطك نجحت ماذا عن الخسارات والجراح لحرب؟ الشيخ مترس قوي كتير أنا الحقيقة ما فيني أصل لها الأرقام في حالات الطوارئ كيف يشري التحكم بالمرور؟ بنزل فريق العملة نحن نتواصل فوراً مع فريق العملة ينزل يعالج ومنتابع معه لحين المعالجين مساء الخير أنا في الرياض حاملني المودة والصداقة للشعب السعودي بهذه الكلمات قدم رئيس الجمهورية ميشيل عون لزيارته إلى المملكة وفي مقابلة مع الإخبارية السعودية قال عون إن العلاقات اللبنانية السعودية تأثرت بالأحداث التي جرت في الدول العربية وحصلت بعض الشوائب غير الواضحة وأنا هنا اليوم لأبدد الالتباسات من شعاب مكة كانت الانطلاق فاتحة عهد جولات وزيارات عابرة للحدود الضيقة إلى آفاق جديدة ترسم خريطة طريق علاقات لبنان بدول الجوار وأبعد منها إلى علاقات على مستوى دولي وخطوة الألف ميل بدأت بأول زيارة خارجية إلى الرياض على رأس وفد كبير قوامه ثمانون شخصية مطعمة بغالبية الوزراء الجدد ومخروقة بوزير التربية السابق ليسم صعب الزيارة للمملكة العربية السعودية تكتسب أهميتها من المكان الذي استهلت فيه أولى الزيارات الخارجية بإعادة تطبيع العلاقات الرسمية بين البلدين والزيارة حمالة أوجه قد يكون أحدها إعادة وصل من قطع بين الجارين اللدودين ومد جسور التلاقي بين طهران والرياض بحسب ما جرى تداوله في كواليس التحضيرات على شماعة الآمال علقت بوادر عكاس زيارة على الواقع الاقتصادي اللبناني وعلى هبة المليارات الثلاثة للجيش المصروفة مع وقف التنفيذ ويبدو أن ريع الزيارة لا يعود بالعافية الاقتصادية في ظل الوضع المالي المترنح للمملكة من الرياض سينتقل رئيس الجمهورية والوفد المرافق إلى الدوحة المحطة الثانية وفيها يؤمل أن يعود لبنان وجهة أولى للسياحة الخليجية وما بين الرياض والدوحة يؤمل أن يهتدي لبنان إلى الفردوس المفقود وقبل الدخول في السياسة أعلن وزير التربية والتعليم العالي مروان أحمد عن أقفال المدارس والمهنيات الرسمية والخاصة الواقعة على ارتفاع 700 ماتر وما فوق يوم غد الثلاثة بعيد وصوله إلى العاصمة السعودية الرياض أكد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون في حديث للإخبارية السعودية أن زيارته هدفها توثيق العلاقات اللبنانية السعودية بعدما تأثرت بالأحداث في المنطقة وعكر صفوها بعض الشوائب غير الواضحة بالنسبة للبلدي بدد هذه الالتباسات التي حدثت حاملاً معي المودة والصداقة للشعب السعودي نحن استطعنا المحافظ على الأمن والاستقرار ضمن الحدود اللبنانية وذلك بالنظر إلى ما يمكن أن تعدسه الحروب الدائرة حالياً في المنطقة وكان لدينا تجربة في السبعينيات وفهمنا ونود أن يفهم الجميع أن مثل هذه الحروب الداخلية لا تنتهي إلا بحل سياسي فنحن مررنا بالتجربة كما قلت وصلنا إلى اتفاق الطائف في المملكة ونتمنى للآخرين أن يعتمدوا الحل السياسي جميعاً بحاجة إلى التعاون لمحاربة الأرهاب ولسنا وحدنا في الساحة طبعاً ولبنان ليس جزيرة بعيدة عن هذه المواضيع نحن بحاجة إلى التعاون مع السعودية مع كل دول العالم لأن الأرهاب لم يعد حكراً على دول الشرق الأوسط وإنما هو لقد عم العالم في أمريكا في أوروبا ويمكن أن يضرب في جميع الدول العربية كما يفعل الآن فهذا هذا أصبح شأن عالمي طبعاً يجب التفاهم مع الدول الكبرى التي تتمكن وحدها من اتخاذ قرار شامل في جمعية الأمم المتحدة بهذه الغاية أما الهروب المتفرقة ضد الأرهاب لا تستطيع وحدها أن تحد من أفعالها وكان عون وصل إلى الرياض مساء اليوم وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء إبراهيم بن عبد العزيز العساف وأمير منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان والقائم بالأعمال في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان المستشار وليد بن عبد الله بخاري ومدير مطار الملك خالد الدولي عبد العزيز أبو حربة وسفير جمهورية لبنان لدى المملكة عبد الستار محمد عيسى وبعد الرياض يزور عون بعد غد الأربعاء دولة قطر تلبية لدعوة من أميرها الشيخ تميم بن حمد الثاني هل تستطيع السعودية في ظروفها الاقتصادية أن تمد يد العون بلبنان؟ لطالما كانت المملكة العربية السعودية المستثمرة الأول في القطاعات الإنتاجية والعقارية والمودع الأساس في المصارف اللبنانية لكن هذا النشاط الاقتصادي تقلص لبل عدم في السنوات الأخيرة خصوصا في فترة الفراغ الرئاسي وتأتي زيارة رئيس الجمهورية لعماد ميشيل عون للسعودية لتشيع أجواء من الإطمئنان والارتياح الاقتصادي بهدف وصلي من قطع أنا سميتها بزيارة تاريخية وأنا بهنيلها في خامة الرئيس على هذه الزيارة التي أخص المملكة العربية السعودية لأنه يعرف أهمية اليوم الاقتصاد اللبناني كيف موصول مع دول الخليج 50% من إنتاجنا من صناعتنا هي بتتصدر لدول مجلس التعاون وقت ما بقول لدول مجلس التعاون دائما بتغذي 50% المملكة العربية السعودية 50% باقي الدول الخليجية 70% من الزراعة من كل شيء اللبناني بينتج بروح لدول مجلس التعاون يعني دايش مهم الصادرات لهذه الدول هون أنا بسأل كيف ما ممكن تكون أول زيارة إلى المملكة العربية السعودية يلي هي المفتاح لدول الخليج 85% من الاستثمارات الأجنبية هي استثمارات خليجية ودائما 50% برجمالك المملكة العربية السعودية من أكبر 10 مصارف في لبنان 7 منهم فيهم استثمارات خليجية يعني بنسبة كتير عالية ثمانية وزراء بين إعلام واقتصاد ومال ودفاع وتربية وخارجية وداخلية وشؤون رئاسة الجمهورية رافقوا الرئيس عون في زيارته فلماذا غاب أهل الاقتصاد أو غيبوا عنها؟ ليش ما ضم الوافد اقتصاديين؟ ما عندي جواب بصراحة نحن كنا نتمنى مرافق فخامته على هذه الزيارة ولكن مصارف نتمنى له التوفيق وممكن نرافق بزيارة أسر رسمية مع رئيس الحكومة مع الشيخ سعد أيضا يمكن الملف الاقتصادي هو الذي استلمه اليوم ووسط الاطمئنان الأمني والسياسي الذي تنعم به البلاد منذ قرابة شهرين يجمع أهل الاقتصاد على أن شهر كنون الأول ديسابر من عام 2016 سجل تحسنا بنسبة تراوحت بين 7 و10% قياسا على الفترة نفسها من عام 2015 علما أن شهر كنون الأول يمثل عادة 30% من الناتج المحلي ويعلق الاقتصاديون الأمال على أن يستكمل فتح الباب الاقتصادي والسياحي اللبناني على مصرعي أمام المستثمرين ورجال الأعمال والسياح الخليجيين دارين دعبوس قناة الجديد أبشع وسائل التعذيب يمارسها والد على أبنائه والقوى الأمنية تقبض عليها لم تشفع لها سنواتها القليلة من أن تعذب فوالدها علقها بالسقف وذنب لبيب الوحيد أنها ابنته والدها أحمد بحر اسماعيل يطعاط المخدرات ويعنفها وأخوتها ووالدتها أخذ تنر عطول التنر 24-24 معه والحبوب علق البنت بهدى الحبل من التن تعمل عشية للساعة 5 الصباح أجل 5 الصباح أخي قال لي شو ما البنته بعلقه هون قمتلت له هيك عمل فيها بيت عاطوا وبيبيع كمان عرفت كيف؟ قال لي عميبيجي عميبيجيب الحنجير 3 حنجير بيبيعون 100 دولار 3 حنجير شو؟ رفوترينو بيزاكسول أنا كيف تعلمت على نهو الأسماء 18 سنة معه ضربني لقلي كتير ربطني بالجنزير أجل كتبع الكلبة شال الجنزير قال لي جبيل الجنزير ما جنزير جبت له الجنزير قم ربطني من هون وعلق لي بالصعف رأسي وين تحت طفل كان نيم حطه بريع الحليب جنبه عم يغلي غلي بعدين شيلته على الغاز أم قال لي طعمتين للموخ خبطوا ببريع الحليب خبط الولد؟ خبط الولد لبيبا وشقيقتها روعة كانت تعيشان في قرية أسو آس حيث وضعهما جدهما بحر اسماعيل ليهربهما من واقع التعذيب قبل أن يقدم طلب اللجوء إلى ألمانيا لكن الوالد الرؤوف أصر على إعادتهما إليه ليدربهما على حرفة التسول هو بيطلع على أسو آس بيجيب الأولاد على ساس الزيارة يضع عندهم يومان ثلاثة ويبطل يبعدهم يبعدهم ساعة بيخدهم ويشحد عليهم عالتال ساعة بيشمتنا الديمون وما وإذا أنك البلد ما عطيته المصوري بيقتله وإذا بدأت حكي الكلمة بيقتله بشبتي بعينك الظلام والنفق طلنه مزبوط عم يشغل بش حاضي عرفت كيف؟ مزبوط عم يشغل بش حاضي قالوا لي بس يا ماما ما تقولي له طلله لاش قالي بضربنا طلله معكم الحق همي بس الدولة تحميني أنا أولادي وحش 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 هذا ما بدك وحش شعبة المعلومات قبضت على الوالد بعدما حصلت على الصورة التي تظهر كيفية تعذيبه لابنته وروعة ولبيبة عادتا لرعاية الأس أس مخفر 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 لا تفضل له هذا المقفول وبينما كانت كاميرا الجديد تستمع إلى معاناة الأم وأولادها وصلت قوة من الأمن الداخلي ورافقت الأم إلى مخفر أبو سمرة كي تقدم إفادتها وشكواها طيب لاش عم تعمل فينا أنا ما بديها للجوزي ما بديها أبدا ما بديها وتترك الجديد هذه القضية في عهدة المعنيين كي يلقى المجرم قصاصه ويتعلم أن حبل التعذيب قصير ليالبو موسى قناة الجديد حملة سكر خطك راضية عن التجاوب مع تحركها ولا تصريح رسمي بالأعداد التي شاركت بعد نحو 24 ساعة على انقضاء حملة سكر خطك لا يزال هاشتاغ الحملة يتصدر اللائحة على تويتر ما يشير إلى رواج الحملة والتساعها أمر لم تبح شركات الاتصالات بعض بنتائجه على أرض الواقع إلا أن ناشطين في الحملة أكدوا عبر أرقام نشروها تضامنا أكبر من الذي كان مرجحا أرقام هالليماء هي أرقام أكثر من دقيقة وهي من مصادر مقربة من الناس لأنه من السهل جدا تعرفي كان فيه خط بوقتي معين وبالتالي بتجيب الرقم من شركة مع رقم آخر من شركة تانية بتحصل على النتيجة الموضوع جدا سهل الآن مصدر يبضل أنه مصدر اسمه مصدر خاص ما فينا نحكي لأنه تعرفي بهذا البلد كل إنسان بده يحارب الفساد أو بيرفع صوته للفساد إذا كان موظف تاني يوم بيصبح عطل عن العمل نحن على يقين على أنه نسبة المشاركة كانت عالي جدا 30% من مجمل الخطوط بالنسبة لأنه كشعب لبناني تخطط 30% لأنه الأرقام مجموعة العام فوق الخمسة مليون شي لمنى حوالي مليون ونص خط ما بين فلسطيني إخواننا الفلسطيني أو السوريين أو الأجانب حتها مضال في عنا حوالي أربع مليون لبناني فإذا شاركنا على مليون ونص تقريبا أو مليون و300 ألف كان حاضرين عم تقولي أنت في فوق 35% من الشعب اللبناني كان متضامن مع الحملة التواصل بشركتين ألفا وتاتش بقى بالفشل إذ لم تكشف أي منهما عن نسبة الاستجابة للحملة واكتفت الشركتان بتأكيد أن الخسارة الأساسية تقع على كاهل خزينة الدولة التالي ما هيعطوكي ولا رقم أكيد إلا ما معالي الوزير يفرج عنه في حال الوزارة بدأت تقول أنه قاطع مليون و300 ألف لبناني أو كانوا مشاركين بالنشاط هذا الشيء يعني أنه عم نعطي دعم معنوي للشعب اللبناني اللي يستمر بالحملة لأنه إنت وقت بقاطع العدد عم تحكي بخسائر يومية 2 مليون دولار يعني إذا قاطعنا على مستوى يوم أي يوم لأ عم نلحق أضرار فدحة بالخزينة حملة بدأت افتراضية وها هي تترجم على أرض الواقع إذ أشارت مصادر الجديد إلى أن الناشطين من حملة سكر خطق سيجتمعون إلى وزير الاتصالات جمال الجراح في المستقبل القريب لآل سعد قناة الجديد وزير الاتصالات جمال الجراح يعلق في مقابلة مع الجديد على حملة سكر خطق ويكشف خطته في المدى القريب أرأي قامو تتكلم لعل هذه العبارة تلخص ذهنية العمل لدى وزير الاتصالات الجديد جمال الجراح التي ستنطبق على كامل خطته للوزارة في الزمن القصير له سيداً على الاتصالات شو الأولويات اللي بدك تشتغل عليهم؟ خليني رتب لك إياهم الترتيب أول شيء 4G بعدين 20 ضعف DSL عينوان هوده نعتمدين على وصلتنا على الفيبر أوبتيكس ننتهي بهالشهر شهر وعشر تيام من موضوع الفيبر أوبتيكس يصير شغال بتاخذ 20 ضعف انترنت اللي هو DSL وبتاخذي 4G فل 4G على 85% من الأراضي اللي مني بعدين السنترلات من الـ 94 إلى هلأ 22 سنة ما توسعت هذه السنترلات كنت بمطعم معين مواطن بلي بدي أحكي معك طوله تفضل قال لي أنا رحت أدام الطلب بجنوم على خط تليفون قالوا لي بدك شي سنتين كيف هالحكي قال لي إيه؟ تحديث السنترلات وتوسعتها هذا من الخطة اللي حطيناها اللي هي شورت ترم بلان انه خلال فترة متوسطة بنى نبدأ بموضوع تلزيم السنترلات وتوسعتها وننبلي هاو الـ 85 طلب بعدين الشبكات الهوائية وخامس شيء فيما يتعلق بحملة سكر خطك من البداية كان عندك موقف إيجابي بالتعاطي مع مع هيد الحملة بأنه تفهم مطالب الناس طبعا أنا ما كنت بعرف كل تفاصيل الباكيجز اللي بيبيعوها الشركات اليوم وسلطنيا قلت بدي شوف أنا تركيب الأسعار وشو الخدمات اللي بتقدموها مقابل هذا السعر لأنه في حدا عم بيقول بالبلد أنه خطوا عم بيحترق بعد شهر وهذا ما لازم يصير خلينا نبحث بكل جدية وبكل موضوعية شو منقدر نساعد يعني مش هايك أنا أعتبي على الحملة أنه قبل ما تعملوا حملة سكر خطك في وزير جديد تتاعوا وقلوا له نحنا نعاني من هذه المسألة لازم تشوف الناحل هل حت تلتقى بالشباب بما أنه طلبوا منك مقابلي شباب حملة سكر خطك؟ بالتأكيد بالتأكيد بعد ما أنا أدرس المعطيات اللي عم بعطوني الشركات حتى ناقش معهم أرقاب بحقيقة ما نناقش يعني كلام ما له معنى بالناقش أرقاب يعني شو بدك تقلونا الشاب خلال أديها حتى تلتقى فيهم بالوزر؟ أنا إن شاء الله أسبوع الجاي بنهاية أسبوع الجاي بيكون عندي جلسة أولية معهم الجلسة الثانية يمكن تكون مع الشركات نعمل أوبين ديسكشن نقاش مفتوح نحنا وإياهم ونشوف لوين فينا نوصل نحنا وإياهم يضحق الجياح عند السؤال عن سلفه مسير الصباح سلفك بطرس حدر كان عم بيقول أنهم يطلب تخفيض الاتصالات الهاتفية بنسبة بلغة 70% الشيخ بطرس قوي كتير أنا الحقيقة ما فيني أوصل لها الأرقام ما فيك توصل لها الأرقام؟ أنا ما فيني يقول لا 50 ولا 30 ولا 70 ولا 90 أنا بقول أنا بدرس هذا الموضوع بشوف شو الإمكانيات وعضو أبقرر هل يمكن الشيخ بطرس أقوى مني وبيقدر يخفض أنا الحقيقة ما بدر أنا إذا شيخ بطرس بيتكرم وبيقلي كيف فينا نخفض 50% بيكون ممنونه كتير الجرح الذي ما زال يدرس الملفات لا يعد بالمستحيلات فهو يعالج الأساسيات التي يعانيها الناس والتي لابد منها ليواكب لبنان التطور التكنولوجي خدمة أفضل من دون وعد بالتكلفة منخفضة بل موازية يمنى فواز قناة الجديد أشار صفير قطر علي بن حمد المري إلى أن جولة الرئيس ميشيل عون الخليجية وعودة الحياة الطبيعية إلى لبنان ستوفر بيئة مناسبة للانطلاق نحو أفضل العلاقات اللبنانية الخليجية ما سيكون له الأثر الطيب اقتصاديا وأمل أن يعود لبنان وجهة أولى للسياحة الخليجية ولفت المري في بيان إلى أن القمة القطرية اللبنانية تعد مناسبة للبحث في أفاق العلاقات بين الدوحة وبيروت وسبل تطويرها في مجالات السياسة والاقتصاد وأكد أنه لمس نقطة جوهرية خلال عمله في لبنان وهي أن الأطياف السياسية بمختلف اتجاهاتها تتفق على الوفاء لقطر وتثمن عاليا ما بذلت من جهود في مختلف المحافل لدعم استقرار لبنان وازدهاره التحكم المروري خلية نحل تتحول إلى خلية أزمة عند حالة الطوارئ من لم يعش هذه التجربة يكن قد وفر على نفسه ساعات من الوقت المهدور وربما بعض الحبوب المهدئة ومع أن هذه المشاهدة باتت أشبه بحكاية إبريق الزيت إلا أن أي من الوزارات المعنية لم تعالجها معالجة جذرية وعند وقوع المصيبة تنتقل المشكلة إلى داخل غرفة التحكم المروري التي تبدأ بالعمل كخلية إدارة أزمة بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي لإصلاح ما أفسدته الإدارات المتعاقبة وسوء التخطيط العمل هنا طوال الأسبوع على مدار الساعة والاتصالات مفتوحة مع كل المعنيين للتخفيف من معاناة المواطنين نسعى مع القيمين من وزارة الأشغال أو البلديات حسب كل واحد نطاقه أن كان على التصرد والطرقات الداخلية لمعالج تأسم المصطنعات المصطنعات التي تتشكل بالأكتربة أو السيول أو الزبالة التي تنزل وتسكر ينزل فريق العمل نحن نتواصل فورا مع فريق العمل ينزل يعالج ومنتابع معه لحين المعالجة ولكن تتشكل المصطنعات بطبيعة الحالة التي تعملنا زحمة سير بالمكان وعند وقوع أي مشكلة يمكن أن يتواصل المواطنون مع غرفة عمليات قوى الأمن الداخلي على الرقم 112 أو مع غرفة التحكم المروري على الخط الساخن 17-20 أو عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر على الحساب ATMC لبنان كل مرة يصير في عنا تجمع للمياه وتشكيل مصطنعات على الطريق نحن نعملهم من جدول نرفعهم للإيادة المدرية ونحن نرجع نشتغل بشكل استباقي قبل ما تصير هذه المسألة بمراجعة اسم الصيانة بوزارة الأشغال لأنه هي مش شغلة عنصر قوى الأمن التابع لمفارز السير وينزل هو وهذا الشيء اللي عم بيصير على الأرض أنه عم بينزل على الأرض وهو يحاول يفتح الرقم ولكن عم نحاول ببعض المناطق بيطلع لنا مستنقعات جديدة نرجع من حاول نحلها بوقتها بس الأمور الإجراء الاستباكة اللي عم بيصير هو أنه نحن عم نجدول كل المستنقعات اللي عم بتصير وعلى تنسيق دايم إن كان مع البلديات ولا وزارة الأشغال إذا لتبه الوقت المناسب إلى جانب عمل قوى الأمن ومفارز السير هناك الشراط الضوئية والكاميرات التي ترصد حركة الشوارع نحن دورنا هو بمرائبة عمل الإشارات الضوئية ضمن نظامنا ضمن بيروت الكبرى وأي عائق بيعيك تدفق السير نتصل ومن نفسي مع قوى الأمنية كرميل يمولنا إياه عن طريق وبالتالي نحن نرجع من عدل إشاراتنا حسب حركة المرور لدينا بلان للطوارئ نقدر نتحكم فيها ونسحب السير بأسرع وقت ممكن كرميل ساعة الدراجين بس يفتحوا لنا الطرق لدينا فريق صياني هو اللي بتابع تثبيت الإشارات هو جاهز 24-24 وبالتالي أي عطل أو خلل نحن نزله لو كانت ساعة واحدة بالليل مجبورين ينزلوا يشوفوا ما المشكل وخلال ساعة لازم تكون الإشارة مزبوطة 100% وإذا كانت شيء كتير قوي خلال 24 ساعة لازم تصلح الإشارة وجديد التحكم المروري العمل على كاميرات رادار خاصة لرصد من يتجاوز أشار الحمراء إلى جانب بعض المخالفات الأخرى التي ستوثق بالصورة وترسل إلى قوى الأمن التي تحرر بموجبها محاضر مخالفة وترسل عبر البريد إلى أصحابها باسدل العريضي قناة الجديد لبنان في مهب العاصفة ثلوج على 900 متر ومستنقعة مياه على السواحل يشهد لبنان تقصا عاصفا وغزارة في تساقط الأمطار والثلوج على المرتفعات مترافقا مع رياح قوية وتدمن في درجات الحرارة وفي السواحل حولت الأمطار الغزيرة الشوارع إلى براكن ومستنقعات بعدما فاضت قنوات تصريف المياه على جوانب الطرقات وانسدت العبرات وشهدت بعض الطرقات انهيارات صخرية وانجراف الأتربة ما أدى إلى زحمة سير خانقة في صيدا لازم الصيادون حرم الميناء ولم يخرجوا بمراكبهم كما جرت العادة لكسب قوتهم اليومي وتحولت الأمطار إلى حبات من البرد في قرى شرق صيدا وإلى ثلوج في منطقة جزين في بلدة السنقانية منطقة الشوف انهار حائط الدعم في إحدى المناطق ما أدى إلى قطع الطريق وتدرر السيارات التي كانت في المكان وقد ناشد الأهالي البلدية ووزارة الأشغال لحل المشكلة في البقاع اشتدت العاصفة مساء وتساقطت الثلوج بغزارة على ارتفاع 1200 متر وما فوق وتعطلت خطوط التوتر العالي وانقطعت ديار الكهربائي عن عشرات القرى على خط رياق بعلبك وأقفلت المدارس الرسمية والخاصة في الشتاة اشتداد العاصفة حال القرى والبلدات العكارية الواقع على ارتفاع 1200 متر وما فوق لم تكن أفضل حالا إذا فاد رئيس بلدية فنيدق أحمد عبد البعريني إلى أن سماكة الثلوج وصلت إلى ارتفاع 15 سنتيمتر داخل البلدة عند نبع فنيدق فيما وصلت إلى 21 سنتيمتر في القموعة في قرى العرقوب وشبعة قضاء حاصبية تساقطت الثلوج ابتداء من ارتفاع 1300 متر وكست الأرض بطبقة رقيقة بلغت سماكتها حوالي 7 سنتيمتر وفي الشوف تساقطت الثلوج من على ارتفاع 900 متر وما فوق وأصلحت طرقات معظم قرى وبلدات الشوف الأعلى وباتت سالكة للسيارات المجهزة بسلاسلة معدنية فيما قطعت طريق جباع لخريبة مع عصر الشوف والبروك وعملت الجرافات التابعة لوزارة الأشغال والدفاع المدني بالتعاون مع البلديات على فتح الطرق الرئيسية فيما أقفلت المدارس وأصيبت شبكة الكهرباء والهاتف بأضرار نتيجة العاصفة صفحة أخبار محلية متفرقة في هذا التقرير أمام وفد نيابي فرنسي برئاسة النائب تيري مارياني أكد رئيس الجمهورية ميشيل عون أن عجلة الحياة السياسية في لبنان انطلقت انطلاقا جيدا عقب انتهاء أزمة الشغل الرئاسي وتأليف الحكومة الجديدة ورأى أن لبنان نجح في تجنب نعكسات الأزمة السورية عليه لافتاً لأن لبنان يحفظ حدوده مع السورية والقوى الأمنية تعمل لمنع تسرب الأرهبيين إلى الداخل اللبناني لافتاً لأن التدابير الاستباقية التي تقوم بها الأجهزة المختصة تحول دون قيام هؤلاء بتحقيق أهدافهم آملاً توصل إلى حل سياسي للأزمة السورية وعودة النازحين إلى ديارهم استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون على رأس وفد من المجلس والسافير الفلسطيني أشرف دبور وذلك تمهيداً لأقد اجتماع غداً وبعد غد للجنة التحضيرية التي تسعى لوحدة فلسطينية نأمل من خلالها أن تكون أنموذجاً لأعادة التضامن العربي وقبل كل شيء لاستعادة الحقوق السليبة في فلسطين المحتلة نأمل برعاية لبنان أن نصل إلى نتائج طيبة ونجاحات تزيل الانقسام الذي حل بنا على مدى عشر سنوات أحالت مديرية الاستخبارات في الجيش على القضاء المختص السوري خالد أحمد قرقوز الملقب بخالد الزميل لانتمائه إلى تنظيم داعش الارهابي في جرد عرسال ومشاركته في الاعتداء على مراكز الجيش أكدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري التزامها وتمسكها بمضمون اتفاق الذي أدره المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم برعاية وضمانة رئيس الجمهورية ميشيل عون وأعلن عنه من القصر الجمهوري ورحبت بإدراج ملف المعينة الميكانيكية في أول جلسة لمجلس المزراء بعد نيل الثقة وشددت على أحقيات الدولة في ملكيتها لهذا القطاع بعد الأعلان وسام الأرز للمطران الفدائي أهلا بكم من جديد حشد سياسي في مراسم تشيع المطران هيلاريون كابوشي ورسالة من رئيس الجمهورية ميشيل عون إلى فقيد القضية الفلسطينية مراسم جنازة مطران القدس في المنفى هيلاريون كابوشي الذي توفي الأسبوع الماضي في روما عن عمر يناهز 94 عاما جرت في مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك في منطقة الربوي ورأسها البطريارك جريغوريوس الثالث لحام بمشاركة حشد من الشخصيات السياسية والأمنية والدينية ضمت ممثلا عن رئيس الجمهورية ميشيل عون الذي وضع على نعش مطران القضية الفلسطينية وسام الأرز الوطني من رتبة كوموندور وقد نثر عمر ناهز القرن في النضال من أجل تحرير القدس من الاحتلال الذي أوقعها في ظلم ما عرفته شرائع أرض أو نواميس سماء البطرياركو جريغوريوس الثالث لحام وفي عظة ألقاها في مراسم الجنازة قال إن الفقيد هو بطل القضية الفلسطينية كان يردد كثيرا رغبته في العودة إلى فلسطين بعد منفاه كي يكون قريبا من الفلسطينيين ويشاركهم في عذابهم وألامهم كاشفا أنه حاول أن يرتب له زيارة للقدس بعد منفاه من دون جدوى وفقيدنا كان نظره الآخر الوحيد الكبير فلسطين فمنذ أن عين نائبا بطرياركيا في القدس عام 65 أصبح رمزا للقضية الفلسطينية ونذر حياته لخدمة الفلسطينيين في الوطن وفي أمكانية نزوحهم في البلاد العربية وفي العالم أجمع وأصبحت قضية فلسطين قضيته وقد أعلن في خطابه الشهير في مدرسة روم الكاتوليك في بيت حنين بالقدس قائلا إن أرض فلسطين هي الأم لكل أبنائها وهذا الشعار ألهب مشاعر الفلسطينيين وبدأت المناورات لأجل القبض عليه وسجنه حيث تم ذلك أولا صبيحة اليوم السامي من آب 1974 حكم جيش الاحتلال على المطران كابوجي بعد اعتقاله بالسجن 12 عاما بتهمة دعم المقاومة وأفرج عنه بعد أربع سنوات بضغط من الفاتيكان ونفيا إلى روما أما المحطة الأخيرة فكانت في مدافن الرهبان الحلبيين سربا شمال بيروت ومعها طوي قرن من النضال في مناصرة الشعب الفلسطيني وقضيته حيا حزب الله العملية البطولية التي نفذها المقاوم الفلسطيني فادي القنبر في مدينة القدس المحتلة ورأى في بيان أن هذه العملية الاستشادية دليل على تمسك الشعب الفلسطيني بنهج المقاومة كطريق وحيد لتحرير الأرض المحتلة وإصراره على تكبيد العدو أفدح الخسارات بمختلف الأسليب والوسائل وضرب أمنه واستقرار كيانه الغاصب وقال الحزب إن ما قاب به الشهيد القنبر هو حق وواجب وهو من صوب مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال ولا يمكن أن يوضع في إطار الإرهاب العالمي الذي يمارسه تنظيم داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية كما يحاول قادة العدو الزعم جيش الاحتلال يسوي منزل منفذ عملية القدس بالأرض ويعتقل عائلته اتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أحد عشر فلسطينيا عقب حملة دهم لعدد من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة ووصف جيش العدو المعتقلين بالمطلوبين من بينهم ستة تهمهم بممارسة أنشطة ضد المستوطنين ودع العثور على معدات وأسلحة خلال حملة مداهمة وتفتيش في بلدة بيت فجار جنوبي بيت لحم وقد كثفت سلطات الاحتلال هذه الإجراءات بعد عملية الدهس التي نفاذها الأسير المحرر فادي أحمد حمدان القنبر في القدس كما عمدت إلى هدن منزله الواقع في حي جبل المكبر بمدينة القدس المحتلة وامتنعت عن تسليم جثمانه لعائلته بناء على قرار مجلس الأمن الإسرائيلي المصغر الذي شمل إجراءات عقابية أبرزها فرض الاعتقال الإداري على كل شخص يعتبره الكيان الصهيوني خطرا على أمنه إضافة إلى وقف طلبات لم الشمل أي توحيد الأسرة الخاص بأبناء عائلة منفذ العملية واعتقال كل فلسطيني عبر عن فرحته بهجوم القدس هجومان إرهابيان يستهدفان مركزي تفتيش في سيناء ويقعان عددا من الضحايا قتل ثلاثة عشر من رجال الشرطة المصرية وأصيب عشرة آخرون بينهم ثلاثة مدنيين في هجومين في مدينة العريش في محافظة سيناء استهدفان مركزي تفتيش الأول هو حاجز المطافئ غرب المدينة الذي تعرض لهجوم إرهابي كبير بقضائف الأر بي جي وتفجير لسيارة مفخخة بمحيطه ما أدى إلى سقوط مبنى ملحق بالحاجز وتلا ذلك تبادل كثيف لإطلاق النار بين المسلحين والعناصر الأمنية أما الهجوم الثاني فشنته مجموعة أخرى أطلقت النار بكثافة على مركز المساعيد الأمنية وانتشر مقطع فيديو يظهر الهجوم وهروب رجل بثياب مدنية وسط إطلاق النار وسرعان ما سقط هذا الرجل ولم يعرف ما إذا كان من ضمن المجموعة المنفذة للهجوم وقد هرعت قوات الحماية الأمنية وفرق طبية إلى مكان الهجوم ونقل الضحايا إلى مستشفى العريش العسكري وإلى صفحة أخبار دولية في هذا التقرير نظم مواطنون أتراكون تظاهرة لرفض التعديلات الدستورية المقترحة لإقامة نظام رئاسي تنفيذي يمنح رئيس رجب طيب أردوغان مزيدا من الصلاحيات واشتبك المتظاهرون مع قوات الشرطة التركية التي منعتهم من الوصول إلى مقار للبرلمان فيما كشف نائب رئيس مجلس الوزراء التركي محمد شمشيق عن عزم حكومته على إجراء استفتاء على تغيير نظام الحكم إلى النظام الرئاسي في شهر نيسان المقبل وهي تعديلات دستورية تعدها قوى سياسية وحقوقية محاولة لتكريس مزيد من السلطات في يد أردوغان والانتقال إلى حكم الفرد تواصلت الاشتباكات بين الفصائل المقاتلة ضمن عملية درع الفرات المدعومة بالقوات التركية ضد تنظيم داعش في مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي بالتزامن مع قصف جوي للطائرات التركية ما أدى بحسب بيان للجيش التركي إلى مقتل 37 عنصرا من داعش بينهم ثلاثة مسؤولين وقتل ضابط صف تركي في اجتباكات مع عناصر التنظيم في محيط المدينة وأصيب 15 عنصرا من الجيش السوري الحر بجروح أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن كل شيء في العالم يتغير الآن فيما يتعلق بسوريا وعلى كل المستويات المحلية والإقليمية والدولية لافتا إلى أن مهمتنا وفقا للدستور والقوانين أن نحرر كل شبر من الأرض السورية وتطرق الأسد إلى محادثات الأستان المرتقبة نهاية الشهر والمقرر أن تضم عددا من الأطراف السورية بما في ذلك بعض المجموعات المعارضة نعم بالكامل بمستعدنا كأننا نعطينا بأن دعالي المحل تقليئة صحيح الوقت عندما توقف العملence من تحديدها وعندما يتوضح كل شيء عندما يتحدث عن توضع الهربوكات المرتقبة في سرييا أو يتحدث عن سيريا أعتقد أنه مفتاحاً لا يوجد مفتاحاً للمشاركات ولكن من سيكون هناك من الأخرى؟ لا نعلم yet هل سيكون هناك مفتاحاً سيريا؟ وعندما أقول مفتاحاً يمكن أن يكون هناك مفتاحاً في سيريا ليس هناك مفتاحاً ساودية أو فرنسية أو مفتاحاً وأكد الأسد أن الشعب السوري كله هو من يختار رئيس البلاد وفقاً للدستور أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن إضافة سبعة أسماء إلى قائمة المنخرطين في رعاية الإرهاب من بينها خمسة أشخاص روسيين وإيراني ولبناني أعلن المتحدث باسم إدارة الإطفاء في أورلندو عن مقتل ضابط شرطة أمريكي في حادث إطلاق نار في أورلندو بالولايات المتحدة الأمريكية مشيراً إلى أن سيارة الإسعاف نقلت الضابطة إلى المركز الطبي الأقليمي وحتى الآن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن ملابسات أو تفاصيل الحادث خرجت الحاجة حربية عواضة المكنات بأم عبد من منزلها الكائن في المعمورة في ضحية بيروت الجنوبية وهي تعاني من مرض ألزايمير ولم تعد حتى الساعة عائلة الحاجة تطالب وتناشد ما يراها الاتصال على الرقم 70-46-47-32 بعد الإعلان بقايا الحروب ملحوتات فنية نحييكم الجديد وننتقل إلى فن الخبر مع زميل شادي خليفة نجوم هوليوود صرقوا الأضواء والأنظار بحفل جولدين جلوبز خصوصا انتقاد بيرل ستريب لدونالد ترامب وإطلالة براد بيت بعد انفصاله عن أنجلينا جولي وشو هي الأفلام اللي حصدت الجوائز ومن الممثلين الفائزين وقيم أمس ببهر لهيلز حفل توزيع جوائز جولدين جلوب وحصة الأسد كانت من نصيب الفيلم السينمائي لالالاند لحصد سبع جوائز لالالالاند وبيروي الفيلم قصة عازف بيانو جاز يقع بحب ممثل طموحة بلوس أنجلس وبيحاول جذب اهتمام الناس من الشباب والكبار لموسيقى للجاز التقليدية بينما أمل حبيبته هو أنه تنال فرصة عمل بالتمثيل من خلال أحد الاختبارات اللي أجرتها وفاز بجائزة أفضل فيلم درامي مون لايت متفوقا على فيلم هوكسو ريج وأفضل ممثل كيسي أفليك عن دوره بفيلم منشستر باي ذي سي أما أفضل ممثله فهي إزابال إبار عن فيلم آل اللي بدوره حصد جائزة أفضل فيلم أجنبه وأفضل ممثل بفيلم كوميدي أو استعراض غنائي أم ستون عن دورة بي لا لا لاند نجوم هوليوود خطفوا الأضواء على الريد كاربيت ومنه النجم العالمية نيكل كيدمن وزوجة وهي كانت مرشحة لنايل جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورة بفيلم لاين لكن الممثل فيولا دايفوس هي منفازة بالجائزة عن فيلم فانسز كما لفتت الانتباه بحضورها الممثلة سارة جيسيكا باركر وأيضا إيما واتسون ولعل الحضور الأهم هو للنجم بريد بيت بأول ظهور إله بحفل ضخم من بعد الانتكاسة اللي أصيب فيها جراء انفصال أنجلينا جولي عنه ومن أهم لحظاتها الحفل العالمي إثارة تسلم الممثل ميرل ستريب الجائزة السنوية عن مجمل أعماله لما اللبناني بيحول سقافة الموت لحياة ولما بقايا قضائف العدو الإسرائيلي والشظايا من مخلفات الاشتياح بتصير منحوتات فنية هاجبت تكون النتيجة شظايا وبقايا قضائف إسرائيلية من مخلفات الاشتياح الإسرائيلي التاني شكلوا ما دايش تغلت عليهم الفنان اللبنانية جيان مكة وعملت منهم عشرات المنحوتات والتصاميم الفنية 82 بقى بالاشتياح الإسرائيلي وتهجعنا وبعدين جاءت على البيت وكل البيت كليته قزايف ما قزايف يعني شظايا وما بعرف كيف خطرها بالي أنه إجمعهم كأنه كانت تحدي مني لأنه غزوا بيتي وغزوا ودمهوا كل شيء منزل مكة اللي تحول إلى حطام عام 82 جمعت منه شظايا وبقايا القضائف الإسرائيلي اللي دمرته وأنجزت فيهم أعمال فنية لتلفط الأنظار من خلالها إلى أهوال الحرب وجماعتهم بمعرض ببيروت حمل اسم الحضارة بإشارة منه إلى أن الحروب تقع خارج سياق الحضارة موعدنا بيتجدد مساء بكرة دلوا بألف خير وإلى فقرة ترانز مع زميلة سارة صالحة موسيقى 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 أثارت كلمة الممثلة ميرل ستريب خلال حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب موجة تفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي ممثلة حدثت عن مكونات النسيج الأمريكية اللي هو عبارة عن أعراق وجنسيات مختلفة وشددت على أهمية حريط الصحافة لدورة الكبيرة بالتأثير على السلطة ميرل اعتبرت أنه عدم الاحترام بيجلب عدم احترام والعنف بيجلب عنف وذكرت أنه أكتر موقف أثر فيها بشكل كبير وما بيروح من ذكرته هو لما حضرت مشهد سخرية من مراسل من ذوي الاحتياجات الخاصة ميرل قدرت تلخص وتكشف الوجه الحقيقي لسياسة ترام من دون حتى ما تذكر اسمه لكنها بالوقت نفسه ما سلمت منه من بعد ما قرر يرد علي بتويت بطريقة مهينة وصفة فيه بالممثلة المبالغ بتقديرها يلي هاجمته من دون حتى ما تعرفه منشوف مقطع من الكلمة مع بعض ومن الفنوى السياسة نروح على عالم الأموال الافتراضية مع باتكوين العملة الرقمية الافتراضية الأولى بالعالم هالعملة تم طرح فكرتها من سنة 2008 لتصير حسب دراسة استقصائية تيار السائد عالميا للتعامل التلميلي بحلول الـ 2025 هالعملة الافتراضية ما بتعتمد على بانك مركزي أو وسطاء وما بتم طبعه وما بتم تداوله بالإيد وأنما هي عملية افتراضية حرة موجودة بكمية محدودة لحد هلأ بتتحدد قيمتها بقوى العرض والطلب وهي متاحة لأي شخص بمجرد تحميل تطبيق باتكوين على التليفون أو الكمبيوتر ليكون صار عندك محفظة نقود بتم منا كل عمليات التحويل ملفت للنظر أن كثير من المؤسسات بتقبل التعامل بهالعملة مثل مايكروسوفت، أمازون، ويكيبيديا وغيرهم وبالـ 2016 أحرزت هالعملة انتصارة على أرض الواقع لما أعلنت محطات السكة الحديدية بالسويسرا عن توفير ألف مكينة تذاكر لبيع البيتكوين وهالإقبال دفع بنوك أمريكية وأوروبية للتحالف لأصدار عملة افتراضية بتنافس البيتكوين مما قد يسبب ثورة بعالم التجارة عبر الإنترنت بيبقى نقول أنه سعر البيتكوين منه ثابت بيتغير من لحظة للحظة ومن الصعب التنبؤ بحركة صعوده أو هبوطه لكن بهاللحظة هو بساوي 900 دولار فيديو زفير في اللفاتات لبنانية من شاب صيني جمع بين الحضارتين بشكل جميل جدا وحظي بإعجاب ومشاركة رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشوف مقطع منه سوا وبهالفيديو مشاهدينا منكنوصلنا لنهية أخبارنا الليلة لمزيد من التفاصيل وأخبار أخرى تابعونا عبر صفحة ترانز على فيسبوك وعبر صفحاتي على فيسبوك تويتر إنستجرام وسنابشات وعلى أكيد ما تنسوا تتاج اندهاشتاك ترانز حتى نقدر نتبع أخباركم ونقول بنشرات لاحقة تسبحوا على خير كان في النشرة عول الإخبارية السعودية حصلت بعض الشوائب بين البلدين بدد هذه الالتباسات التي حدثت حاملا معي المواد والصداقة للشعب السعودي وزير التربية يعطل المدارس ما فوق السبعمائة متر الأم تروي فضائع الأب هنا علق أبنته وعذبها طب ليش عم تابل فيناك؟ أنا لم أبقى بديها لجوزي لم أبقى بديها أبداً لم أبقى بديها حاملة تسكر خطك نجحت ماذا عن الخسارات؟ والجراح لحرب الشيخ مترس أوي كتير أنا الحقيقة ما فيني أصل لها الأرقاف في حالات طوارئ كيف يجري التحكم بالمرور؟ ينزل فريق العمل نحن تواصل فوراً مع فريق العمل لا ينزل يعالج ومنتابع معه لحين المعالجين ختام النشرة شكراً للمتابعة وتصفحونا على خير اشتركوا في القناة